خلينا بس في الشقة بتعلاج الطبيعي. طيب دكتور أنت يعني أسست التطور أو الطفرة اللي حصلت دي. هل إحنا عندنا في كل الفروع مركز؟ ولا هو المركز بتاعنا بس في أهل الجزيرة؟ لا طبعا إحنا الحمد لله لنا في كل فرع مركز عاليك طبيعي ومتطور جدا. هي نفس الأجهزة اللي موجودة في الجزيرة. هي نفسها اللي موجودة في الشيخ زايد. هي نفسها اللي موجودة في مية ناصر. وهي إن شاء الله نفسها لها تبقى في فرع التجمع إن شاء الله بإذن الله. هي طب يعني حضرتك يعني بدأت في التطوير دي أو في تواجد الفروع دي. يعني المراكز اللي في التلاث أمدية. في وقت واحد ولا أسست الأول الجزيرة. بعد كده انتقلت مثلا لمدية ناصر أسسته. بعد كده انتقلت للشيخ زايد. ولا مشيت في كله بالتوازي. هو طبعا بالمناسبة طبعا لا يمكن أقدر. وإحنا بنتكلم عن الموضوع. نغفل دور الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية. ووضع مجلس الدرع الحالي. وكان داعم جامد جدا ومؤيد ومؤسايد لنا في كل طلباتنا الحقيقة. اللي احنا طلبناها لتطوير واحدة العالجة الطبيعي بالنادي. احنا ابتدنا الأول بالجزيرة. وده كان الأساس اللي شغالين عليه. وبعدين مع الوقت ومع تزايد الطلبات علينا. وتزايد الفروع ابتدنا عملنا الشيخ زايد. وبرضو على مستوى عالي جدا. وبعد الشيخ زايد فتحنا فرع مدينة نصر. ويمكن دكتور دي لقطات من يمكن تأهيل بعض اللاعبين والأعضاء النادي في المركز التأهيل. دول أعضاء طبعا موجودين ولعبين في نفس الوقت. ودول أخصيين تأهيل. وعايز بقى أتكلم على أخصيين تأهيل هنا في حاجة مهمة جدا. الفضل دكتور خدر أحضر. إن احنا النهاردة يعني كل رياضة لها تأهيل معين. يعني اللي بيقاهل السباحة. غير اللي بيقاهل ألعاب القوة. غير اللي بيقاهل السلة. غير اللي بيقاهل بسكت. صحيح. كل لاعب من دول له برنامج يتناسب مع متطلبات اللعبة اللي بيلعبها. صحيح. ده الجديد اللي بنعمله يعني. كلام ممتاز جدا. والتأهيل مش واحد. يختلف. بالظبط. يختلف عشان العضلة اللي بتشتغل. غير العضلة بتشتغل هنا. يجب ان يشتغل اللاعبين. بالظبط كده. فعشان كده دايما بنلاقي إن تأهيل لاعب بسكت بتطلب حاجات معينة. تأهيل لاعب الطائرة بتطلب معينة. تأهيل لاعب الهندبول. لاعب الفردية لها متطلبة تانية خالص. لأنها برضو تعتمد على قدرات اللعب الشخصية. طب دكتور. يعني احنا انتقلنا. يعني شفنا الجيم والتدريبات. دي ماركت مثلا وحدة من الوحدات العلاج الطبيعي. ودي بعض الأجهزة اللي تم توفيرها للوحدة. يعني كلمنا عن الوحدة دي. ايه الأجهزة. ايه المنظر اللي احنا شايفينه. وخلي معنا شوية يا جماعة. يعني هنبتديها حاجة حاجة كده عشان نقدر برغم نشرح لسادة المشاهدين اللي هم ما شايفينه. دي وحدة التخصيص. ودي أحدث وحدة. ابتدينا دخلنا بيها. تخصيص. لو رجعنا ورقا. ايه ده. كان جدا دكتور. موضوع اللي كان جاية في الموضوع. ان احنا بعد ما عملنا العلاج الطبيعي. واخدنا فيه خطوات جامدة جدا. دخلنا في التأهيل. والتأهيل ده كان على فكرة كان فيه حاجة مهمة جدا. كان بتحصل. كمعظم الحالات سواء كان لعيبين أو عضاء. بعد هو يخلص جلساته. أليه بعد فترة قريبة يرجع لي تاني. مش تكي. يا إصابة مهمة. يا حاجة فوق يا حاجة تحت. فكرنا طب ايه المشكلة. لا المشكلة اللي أنا ببساطة جدا. ان القصة مش قصة انه تعالجه بس الألم بتاعه راح. لا هو لم يؤهل عشان يرجع لرياضته من تاني. الله ينور عليك. وعشان كده الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا نعمل حاجة اسمها بقى التأهيل. والتأهيل ده بقى عشان أخلص اللاعب أو العضو من عندي وينزل اللاعب مدعب جاهز. يعني ياخد المدرب مني اللاعب جاهز على تدريب. ما أهلوش بقى أو يديروا فترة انتقالية للتأهيل. تحت إشرافك التأهيل تحت إشرافك. الحمد لله أخصائيين تأهيل المؤهلين كلهم مجلسير ودكتوراه. ما شاء الله يعني بيشتغلوا من اختيارك يا دكتور طبعا. كلهم الحمد لله بختارهم واحد واحد بانتربيو. طبعا وبالسي في معينة بشوفها كويس قوي. طبعا اللي كانوا موجودين أو تحت اختار لغاية ما ثبتناهم وتأكدنا من كفائتهم تماما. طب يا دكتور خلينا نرجع لوحدة العلاج الطبيعي اللي شفناها. يعني أنا ما شاء الله شايف أجهزة. أنا كنت لعب يعني يمكن أنا بطلت من 7-8 سنين. ولكن أنا شايف أجهزة. يعني أنا الحقيقة ما شوفتها شو أنا بلاحظة. خلينا يعني ده جهاز الكافيتيشن والريديو فريكونسي وده من أجهزة التخصيص. تخصيص. احنا بعد مفكرنا في زي ما قلت حقيقة العلاج الطبيعي والتأهيل. لقينا عايزين نقدم خدمة تانية 7-Stars بقا. 7-Stars لو حد من اللعيبة زاد فوزنه شوية ممكن حاجات ذات ساعدة. فبنستخدم الأجهزة دي للتخصيص الموضعي. حاجات معينة. بالضبط الأماكن معينة في الجسم ونحتاجنا خسيصها بجهاز الكافيتيشن والريديو فريكونسي. بس ده بقى أجهاز ليزر والتراسونيك. حديث جدا. ده أحدث أجهزة الليزر والالتراسونيك حاجة هايلة أدفانسي جدا متقدمة جدا جدا. ماشاء الله. طبعا مركات عالمية. طبعا وده برضه جهاز تنبيه عضلات وأعصاب وجهاز موجات فوق صوتية. جهاز أشياء تحت الحمرة. طب الجهاز الأصفر ده. ده ده أدى جهاز الكرايو ده أحدث أجهزة التخصيص الموضعي. عايز أقول لحضرتك الجلسي. ده لي يخصص بالبرودة؟ بالبرودة بتبريد. يا دكتور ده أنا بأرى يا دكتور والله العظيم. أنا بس كرايو ده لسه نازل. وده ما ليش أي صدق فكت. خالص استطلاقنا ممكن. لأنه هو بيستخدم البرودة في تزابة الخلايا الدهونية أصلا قريط في المضادة. بالضبط كده بالتجميد يعني. حاجة عالية جدا جدا. وبنقدمه طاهم بأسعار غير عادية جدا 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 لا تقارن مثلا بأول إيه يعني عشق برها. طبعا ده خدمة للعابين وخدمة للأهلاء والأعضاء.